السلام عليكم كديرين لباس عليكم كنت من تكونوا باخر وعلى خير و الفيديو جالي يلقاكم في احسن الاحوال مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة الوصفة اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الميفين او دميني كيك غزالين رائعين الوصفة جالي كيك كتجي رائعة وغزالة سهلة في التحضير وبما انه وفصل الورود فاختريت نشاركها معاكم بهذا الشكل هذا كتجي رائعة وهذا المول ديال السيليكون متوفرين في الاسواق طبعا قبل ما نبدو الوصفة اليوم بغيت الرحب بالناس كاملين جداد والقدام كنقول لكم مرحبا بكم ولكن انت اول مرة تزور القناة جالي مرحبا بك ضغط على الزر الاحمر وعلى الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد كنتمنى تعجبكم القناة جالي نبدو على بركات الله الوصفة اليوم عندي ربعات البيضات كاس عصير الليمون 150 جرام زبدة دايبة 130 مليلتر الزيت 120 جرام سكر سنيدة 160 جرام دقيق الابيض 60 جرام دبودرات الكاكاو 50 جرام بودرة اللوز هنا عندي نكهة الليمون ونكهة دي القهوة 14 جرام ضخميرة دي الحلوة هذو من المكونات اللي هنحتاجوه الليميفين او اللي كيك ديولنا هناخد الإناء فينا نخدم الحلوة ندير البيض بربعة بهم هنا سواء كتخدمي بتدرب الكهربائي ولا تخدمي بالكاس ديال العاصر ديال اللي كتدري فيه العاصر بكل سهولة بودرة كاكاو، اللوز، الزيت، العصر ديال الليمون، الزبدة، الدقيق، وكما قلت لكم الخمارات يعني هاد القضية تبقى اختيارية، لابغيتي تديري في الكاس ديال العصر اللي تديري فيه العصر بكل سهولة اتخلطي كل شي وغد تحنيه مزيان حتى تتوفري على خليط ديال الكيك اللي هو خفيف كتكون خفيفة وبنسبة المقادر طبعا انا كتبهم لكم في صندوق الوصف بالعبار بالضبط، مضبطين كيجي سهل هاد الكيك وكيجي لديد بزاف بزاف من المكونات ديالو غتعرفوه باللي كيجي لديد هنخدمهم مزيان مع بعدياتهم كيف ما كتشوفوا هنحاول نخدمها مزيان نشوف باللي ندمجوا العناصر مع بعدياتهم ندمجوا العناصر مع بعدياتهم وكيف ما كتشوفوا كتجيب هات الشكل هادا هناخدوا الليمول كيف ما شفتو كيكونوا بهات الشكل هادا مويمة لحسب شكل كينين بالزافت الانواع ديالوغريدات انا طبعا ضروري ما كندهنهم بزغداء وكندخلوهم الفران على درجة الحرارة 180 كيطيبو ضغية ضغية رائعين كيجيوا غزالين بهات الشكل هادا ونخليوهم حتى يبردو تماما عد نحيدوهم من المول من بعد مما نحيدوهم من المول غنحطوهم جانبا ونغسلو المول مزيان كأنه كيصافي غترديه البلاستو من بعد مما نغسلو المول ونشفوهم مزيان بهات الشكل هادا يعني نتأكد باللي ما فيه اتاشي حاجة نقي زوين را كيجيوا غزالين هادالي تيليب او لما فين كيجيوا رائعين بزاف بزاف غادي ندوب شوكولات انا اخساريت باش ندير الشوكولات البيض والشوكولات الاسود باش نردو جميع الاضواق وبغيتو نديرو غير البيض فكيجي غير البيض هاد يندير شوكولات نوزعو بهات الشكل هادا في لي مول نزيان موي منحاول نقعد شوية عليها نحاول بنمعلقان بقى نوزع بهات الشكل هادا ما نكترو الشوكولات بزاف بشوية علينا نوزعوه بكل سهولة كي يتوزع فهنا بما اننا قد دينا الشوكولات بهات الشكل هادا ما نبدو ناخدوه الحليوات دينا بهات الشكل نحاولو ندخلوهم مزيان مقادين على الفوربة دينا المول بالضبط نحطوهم زيان وهاد المرحلة ندخلوهم الكلاجة يبردو ويشدوهم زيان بشوكولات دينا يجمد شوية غير في كلاجة عادية ماشي في الكنجلاتر هنا سناخدو الشوكولات الاسود ونديرو نفس طريقة ديال الشوكولات الابيض نوزعوهم بنفس الشكل بمعي القرنق ونحطو الكيك ديالنا في المول وندخلوها كيف ما قلت لكم بحل المول والكلاجة يبردو على خاطرهم من غادي جمد الشوكولات ونحطو الكيك ديالنا واجد كيجي غزال رائع كيف ما كتشوفو وسهل في التحضير الكيك كيجي خفيف لديد بزاف كيعجب حتى الوليدات حينتش في الشوكولات طبعا ولكن حتى الكيك رالديد غزال كنتمنا جربو كنتمنا الوصفة ديال اليوم تكون عجباتكم وتكونوا شوفوا معي الفيديو حتى الاخر غادي نخلي لكم طبعا الوصفة في صندوق الوصف مكتوبة ونخلي لكم الرابط ديال انستغرام مرحبا بكم اللي بغي يزورني على الانستغرام كنكون وصلنا نهاية الفيديو ونتلقى ان شاء الله في وصفة جديدة ونهار جديد بسلام عليكم